أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام الدولة بتنفيذ كل توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر عشرين اثنين وعشرين وأضاف رئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختمية للمؤتمر الاقتصادي أنه سيتلقى تقريراً كل ثلاثة أشهر بما تم إنجازه من تلك التوصيات في البداية كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى إحنا منتزمين إن إحنا نعمله منصة صحيح إحنا ملتزمين إحنا نعمله لأننا ما عملنا هذا الحوار لكي نستهلك وقت نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الآخر خلص لا الفعليات التي اتعاملتها والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قلوه إحنا كدولة وكحكومة ملتزمين إن إحنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعمله طيب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلة مشاكل أكيد هتقابل لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بالشكل المستمر ليه عشان وإحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديات قبلتنا مشكلة نتكلم فيه اشتركوا في القناة